وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا وإياكم مع الوصايا وخاصة في تربية الأطفال في هذا اليوم فالطفل يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم إذا بلغ أشد وبلغ أربعين سنة يبدأ في الانهيار فيضعف ويضعف حتى ينتهي حاله كحال القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ وقد قسم الله سبحانه وتعالى مراحل النمو في القرآن إلى أقسام وهي مراحل الحياة الدنيا فقال تعالى إنما الحياة الدنيا لعبون هذه مرحلة وزينة مرحلة وتفاخر بينكم مرحلة وتكاثر في الأموال مرحلة والأولاد مرحلة فهذه كم مرحلة؟ خمس مراحل وهذه الخمس المراحل غالبا تكون من سبع سنوات سبع سنوات وقيل عشر سنوات عشر سنوات فلنبدأ الآن بالتفاصيل إنما الحياة الدنيا لعبون الطفل يبدأ في محبة اللعب في العشر سنوات الأولى هذه مرحلة لعبون وقيل السبع سنوات الأولى ثم بعدها لهون في العشر الثانية إلى عشرين ثم زينة في العشر الثالثة ثم تفاخر في العشر الرابعة يعني إنما الحياة الدنيا لعب العشر سنوات الأولى ولهون العشر سنوات الثانية إلى عشرين وزينة العشر الثالثة إلى ثلاثين تفاخر بينكم العشر الرابعة إلى أربعين تكاثر في الأموال العشر الخامسة من أربعين إلى خمسين والأولاد العشر السادسة من خمسين إلى ستين وإذا وصل إلى ستين وصل إلى نهاية العمر لأن أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين فهذه ست مراحل مثلا هي التي عليها مدار التربية فتقول مثلا اللعب اللعب ينقسم إلى لعب هادف ويبني الشخصية ولعب غير هادف لا يبني ولعب هادم يهدم ولا يبني فعندما تبدأ الأم تلعب ولدها إما تلعبه بالصدق وإما أن تلعبه بالكذب وإما أن تلعبه بما يبني عنده أهداف قيمة أو تلعبه بما يهدم عنده الأهداف فمثلا بعض الآباء والأمهات يعلم الطفل على سوء الخلق من بدايته أضرب أبوك أضرب أبوك سبه قوله فيتعلم على السب والضرب والشتم وهو ما زال صغير فيكبر أكبر سدباب وأكبر شتام وأكبر مسيء إلى الآخرين ومنهم من يعلم على الصدق والأخلاق والتربية من صغره فيكبر على ذلك فيعجبني مثلا في بعض القبائل التربية على الجد فتجد الطفل عندهم لم يبلغ سبع سنوات وهو رجل يعني يدعو الناس ويعزم الناس ويقول أنه رجل وأنه سيفعل وهمته عالية هذا من التربية فأبواه يهودانه أو ينصرانه ومجسانه حتى اللعب تجده يلعب بسيفه يلعب يعني لعب رجال وليس لعب أطفال وكذلك تربية البنات في بعض البنات تربى على الكذب وتربى على الفاحشة ربما والعياذ بالله والبعض الآخر ما شاء الله من الصالحات تربي بنتها على التربية الهادفة على أن تكون أم وتحمل وترضع وتقوم بأمور البيت وتتربى على ذلك من صغرها لهذا كانت البيوت يعني الوالدين المصنع الذي يخرج الرجل الناجح أو الرجل الفاشل والمرأة الناجحة أو المرأة الفاشلة ومرحلة المراهقة هي نتيجة لما قبلها فإذا كان قبلها تربية جادة كانت المرحلة مرحلة جادة وإذا كان ما قبلها تربية فاشلة كانت المرحلة مرحلة فاشلة وشديدة وصعبة لذلك كثير من الأباء والأمهات عندما يصل الولد ذكر كان أولثى إلى هذه المرحلة طبعاً الولد يصبح في برزخ إذا كان ذكراً بين الرجولة وبين الطفولة أو برزخ بين الأمومة المرأة التي ستكون أم وبين الفتاة التي هي صغيرة فهذه المرحلة هي أصعب مراحل التربية على ذلك جاءت الوصايا في هذه المرحلة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفرق بين الأطفال في المضاجع لسبع سنوات وهذه التربية على العفة وابتعاد الذكور عن الإناث فيفرق بينهم في المضاجع وينام الأطفال مع بعضهم الذكور والبنات مع بعضهن بعيداً عن بعضهن حتى لا يحصل الاحتكاك والاختلاط بين الطرفين أيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأطفال في السن السابع بالصلاة فيتدرب على الصلاة من عمر سبع سنوات وهنا قصة طريفة جداً حصلت لأحد الأخوة في دولة أوروبية هذه الدولة طبعاً عندهم ما يسمى بأعياد الميلاد وهذا الرجل مسلم والطفل دعاه زملائه لأعياد ميلادهم وقال لي أبيه لا بد إذا بلغت سن معين أنك تعمل لي عيد ميلاد قال له إذا بلغت السنة السابعة أعمل لك عيد ميلاد فلما بلغ السنة السابعة وفي يوم ميلاده جمع الأطفال وقال هذا عيد ميلاد فلان ولكن قال هذا الأب لزملاء ابنه قدموا له الهدايا وقولوا له هذه بمناسبة بلغك السنة السابعة لأنها السنة التي ستصلي فيها لله فبدأت الهدايا تأتيه ويبارك عليه بلغه السنة السابعة فالولد قال لماذا؟ قالوا لأنك ستصلي أول صلاة لله عز وجل فأصبح هذا الطفل تدرب على الصلاة من عمر سبع سنوات وأحب الصلاة لأن جاءت الهدايا معها وأصبح يستيقظ لكل صلاة ويؤدي كل صلاة في وقتها وعمره السبع سنوات فلما بلغ العشر كانت الصلاة ديدا حياته واستمر عليها وأصبح أمرها بالنسبة له أمر مفرغ منه فعلى ذلك تكون التربية لها دور من الصغر وخاصة من سن السابعة إذا بلغ يقول بعض العلماء أن الطفل سبع سنوات الأولى من سن ولادتها إلى سن سبعة يكون ألصق بأمه والسبع سنوات الثانية يكون مشترك بينهما بين الأم والأب حتى يبلغ أربعة عشر عاما والسبع سنوات الثالثة يكون مع والده من أربعة عشر إلى واحد وعشرين ثم بعد ذلك يترك لنفسه لأنه سيكون قد أخذ ما يكفيه من الزاد ولهذا كانت سن الخامس والعشرين هي السن التي يكون فيها الرجل ناضجا ويتزوج فعلى ذلك يكون تكون هذه المراحل من ولادته إلى سن الرابعة والعشرين هي كلها مراحل تربية ومراحل عناية السبع الأولى مع الوالدة خاصة السبع الأخيرة مع الوالد خاصة السبع الوسط بينهما هي سبع المراهقة وهي مشتركة بينهما لذلك لا بد من تكاتف الجهود كما أن الإخوة والأخوات لهم دور في التربية فالأخ الكبير دائما هو قدوة إخوانه من بعده والأخت الكبرى هي قدوة أخواتها من بعدها فعليك أن تشتهد على تربية ولدك الأكبر وتشتهد أيضا على تربية ابنتك الكبرى فجميع بناتك قدوتهن البنت الكبرى وجميع ولادك قدوتهم الأبن الأكبر مع أن الجميع سيختدي بك الذكور سيختدوا بالوالد والإناث سيختدوا بالوالدة فعلى ذلك صلاحك أنت أيها الزوج هو صلاح لأبنائك وصلاحك أنت أيها الزوجة هو صلاح لبناتك مع أن البنت الكبرى هي هم شيء من بناتك والولد الأكبر هو هم شيء من أولادك وإياكم ثم إياكم من التفاضل بين الأولاد بعض الإخوة وبعض الأخوات يخطئوا في التفاضل حيث أنه يفضل بعض البنات على بعض أو يفضل بعض الأخوة الأولاد على بعض هذا التفضيل يؤدي للحسد بين الإخوة والأخوات كما حصل في قصة يوسف وإخوته فيوسف عليه السلام سبب أو من أكبر أسباب حسد إخوته له هي معاملة الآباء وخاصة الوالد لما أحبه أكثر من بقية إخوته فقال الإخوته كما قالوا اقتلوا يوسف ويطرحوا أرضاً يخلوا لكم وجوابيكم وتكونوا من بعضها قوماً صالحين فدفعهم الحرص على أن ينظر لهم والدهم كما ينظر إليه وأن يعاملهم كما يعامل يوسف دفعهم هذا إلى أن قالوا اقتلوا يوسف ويطرحوا أرضاً فحاول إذا أحببت أحد أبنائك ألا يشعر الأبناء بحبك لهذا الطفل أكثر منهم وإذا أحببت إحدى بناتك ألا يشعر البنات بحب هذه البنت أكثر منهم فإن بغي أن تعامل الجميع على أنهم سواسية عندك كلهم أبنائك وكلهن بناتك فلا يكون هناك تفضيل لبعضهم على البعض وأيضاً فيما يتعلق بالزواج إذا بلغ الطفل سن الزواج وأصبح شاباً أو بلغت البنت سن الزواج أو جاء إليها خاطب فين بغي أن تعلم أن هذا رسق الله عز وجل وأن الله عز وجل قد يمنع للبنت الوسطى قبل الكبرى وقد يمنع للصغرى قبل الوسطى وقد يمنع للكبرى قبل الوسطى فما يفعله بعض الآباء والأمهات من وجوب الترتيب يقول لا أزوج الصغرى حتى أزوج التي قبلها ليس بالضرورة أي واحدة جاءها نصيبها فزوجها وأي واحد من أولادك أراد الزواج فزوجه ولا تربطه بالآخر الذي هو أكبر منه لأن الله عز وجل قد يكون جعل في هذا قوة وقدرة ويعني إرادة للزواج أكثر من أخيه الأكبر فلا تربطه وتعذبه فتظلمه فمن أراد الزواج من الأولاد وهو قادر عليه فليتزوج ومن جاءها نصيبها من البنات فلتتزوج ولا عبرات بالترتيب نعم ولا بد أيضاً من العدل بين الأولاد لا تعطي بعضهم شيء وتحرم البعض الآخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشده على عطية أعطاها لولده لأنه كان متزوج امرأتين كبرى أم أولاده وصغرى لم ترزق إلا بولد واحد صغير هذه الصغرى قالت لزوجها أنت أنك يا زوجي يعني قد تموت وأبناؤك كبار والدي صغير فيحرموه الميراث فلو جعلت له شيء خاصاً قال أجعل له شيء خاص أجعل له شيء خاص قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشهده قال أوجعلت لسائري ولدك مثل ذلك قال الرجل لا قال اذهب فإني لا أشهد على جور فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العطية للولد دون إخوانه جوراً فأعدل بين أبنائك ولا تعطي بعضاً وتترك البعض أسأل الله أن يرزقنا العدلة في الرعية والقسمة بالسوية وحسن التربية والسلام عليكم ورحمة الله